بسم الله الرحمن الرحيم. زي كما دا كاترة. هنبدأ دلوقتي مع الجزء التالت من المحاضرة التانية. وهو او دورة حياة. مش دورة حياة. اي لا دورة حياة عادي. معي مش هتفرق. انا انا اعرف دلوقتي. دورة حياة الخلية. بيقول لك دورة حياة الخلية تعرفها سلسلة من الاحداث او تسلسل من الاحداث بيقول لك بياخد اه يعني بياخد حيز او مكان من الخلية اثناء الانقسام والنمو. هنيجي نشوف دلوقتي اه الاول قبل ما نشوف نشوف الرسمة دات الحلوة دات. اللي تكره الواحد في ماشي. هنيجي تشوفها دلوقتي مع بعض. عندنا بيقول لك ايه? بيقول لك اول حاجة عندنا الانترفيس. ده التور اللي هو التمهيدي تقريبا على ما افتر على ما اتذكر يعني. اه او التور البيني التور البيني يعني. بروفيس التور التمهيدي. انترفيس اللي هو التور البيني. التور البيني دوت اللي هو قبل ما الخلية تخش في الانقسامات بتاعت الانقسامات الميتوز اللي هو بقى هيجي يمسك بروفيس وانافيس وميتافيس وطيلو فيس? لا هو هادية انترفيس تقبله. بيقول لك دوت اللي بيعد الخلية اللي هي الانقسام. بيكون من تلات مراحل. التلات مراحل ايه هم? جي وان اس جي تو. هنجي نمسك اول حاجة الجي وان. يهل اللي بيحصل في الجي وان دوت? بيقول لك كبر يعني عشان لو الناس مش شايفة. او اللي ممكن اللي مش شايف حاول يفتح معا داتة يذكر اه منها وسط البتاع. وسط ما انا بشرح يعني. ماشي? بيقول لك ايه? بقول لك في جي وان اه كونتنس اكسكلودينج زي كرموسوم ار دابلي كيتد. بيقول لك المحتوية بتاعة الخلية اه بما فيها الكرموسوم ار دابلي كيتد يعني بتضعف. ديت اول حاجة ديت الحاجة اللي بتحصل فيه مرحلة جي وان. يبقى جي وان اربط معك جي وان دابلي كيتد. بس كده مش عايز منك تحفظ اكتر من كده. جي وان دابلي كيتد. طيب دلوقتي نيجي نشوف ايه اللي بعد كده? ايه اللي بيحصل بعد كده? هنيجي عندك نشوف ايه اللي بيحصل فيه الاس? الاس? احنا كده اكون خلصنا جي وان اول حاجة ايه بس كده ان انت تحفظ الني جي وان كل حاجة دابلي كيتد. ماشي? الاس ايه تشوف? اه الستة اربين كرموسوم كل من الستة اربين كرموسوم. اس دابلي كيتد بايزا سيل. بيقول لك اللي بيحصل بقى في الاس ايه? هتقول ايه هننعلمها بي يعني الستة اربين. عشان مش تطلق بل بين دابلي كيتدين او دابلي كيتدين اول ما تلاقي ستة اول ما رأيت اه سيلر كونتلنس اكس اكس كلودنج لأ انا ضلطت هنا. يعني فيش كومنت حتى يفوق الواحد يا اخي. اه لو كان في كومنت كان فوق الواحد يعني مسلا ولا حاجة. تعالى يا ام نرجع تاني بعد اذنكو. علشان في حتة هنا احنا فوتناه. بص يا سيدي. بيقول لك بيحصل انقسام او مش انقسام تضاعف. علشان اكون كلامي صح. بيحصل تضاعف للمحتويات الخلوية يعني باستثناء مش يعني بيشتمل على ده. لأ انا قلتها الاول مرة قلتها باستثناء الكرموسومات. يعني الكرموسومات ما بتخشش في التضاعف ده. يبقى التضاعف بتاع محتويات الخلوية بيحصل فيه. ماشي. نجي نشوف الاس. الاس بيحصل بقى فيها تضاعف للايه? تضاعف اللي في الاس للكرموسومات اللي هم عددهم كام ستة اربعين كرموسوم. يبقى احنا كده خلصنا ال جي وان والاس. نجي نشوف بقى ال جي تو. بيقول لك زي السيل دابل شكس. ازا دابليكيتد كرموسوم. بيقول لك ده بيعمل مراجعة. الجي تو بيعمل مراجعة. بيراجع على ايه? بيراجع الهيستولوجي. اه ماشي. الجي تو بيراجع على الاخطاء اللي موجودة في النسخ المتضاعفة دي. ماشي. وبيعمل اي تعديل لازم. اه بعد كده بعد ما بنكون خلصنا ال جي وان والاس والجي تو. يبتدي يخش في مرحلة الانقسام الميتوزي. اللي هي قلنا عليهم ايه هما الانقسام الميتوزي? قلنا اه بروفيس ميتافيس انافيس تيلوفيس. وبعدها في اخر في اخر العملية بيخش فيه بعد كده يرجع تاني لمرحلة بعد ما يطلع خليتين الخلية تاني تخش في مرحلة ممكن تدخل توقف الحقيقة للمرحلة بدل ما تكمل لجي وان تروح لي يعني مش هتخش مش هتخش خلاص في انقسام ودهت حالة اللي هي راحت دورة الحياة بتاعت الخلية. تصغر تاني بقى لشان نعرف نشوف العباية الداتا. بيقول لك يعني احداث اللي بتحصل فيه. احنا كده شرحنا الرسمة فنجي بنقول نفس الكلام اللي شرحنا في الرسمة هنمسكوهن. بيقول لك ايه? الانترفيس ديت بريود اف سيل اه اف سيل ريست. لونجر بريود وديت اطول. فترة. بيقول لك بتاعاتها ازا بريود بتوين تو سكسيسيف ميتوزز اللي هي المرحلة بين اللي انقسامين الميتوزين. اه الميتوزيين علشان اللغة العربية صحيحة. اه او جيوان اللي احنا نخسرها. اه ديت بيقول لك اللي هي التخليخ الاولي او التخليخ البدائي يعني. دوتر سيل فورمد اه دورينج ميتوزز امتا جيوان. والسينسز اوف ماكرو ماكرو موليكيولز. استنشال دي ان اي دابليكيشن بيجين. السنسز بتاع ار ان اي ريجولاتري بروتينز وديت انزيم زفور اه فور سنسز اكتيفتي. ذاس سيل فوليام از رس اه رسطور. والدي ان اي سنجل عمامت تبريزينت والنيوكلي ار استبلشت والسنتر يول بيكن تو دابليكات اسهل لك علشان مش تتلغبط لو حفزت الكلام اللي على الرسمة بلاش يعني مش هقول لك ما تحفظوش. لأ اقول لك احفظو اه بس مش تحاول تلغبط نفسك بان انت تفهم دوت قوي قد ما فاهمت تفهم اللي فوق. تمام? اه تيجي تخش دلوقتي لان اللي فوق هو اللي بيجي على اسئلة اكتر مش اللي تحت. فوق اللي بيجي على اسئلة مش اللي تحت. نيجي نشوف دلوقتي ايه هو لو هنا اسألك هيسألك على اه تعريفات الانترفيز وتعريفات تعريفات بس مش هيسأل على حقا. عندك الـ event of the cell. السيل سايكل اس كنترول باي اه كينيزيز و سايكلين. كينيزيز و السايكلين. بيقول لك كينيزيز اس certain trigger protein that produced during جيوان وانيتيت ميتوزيز. ماشي? السايكلين small group of protein influence activity of kinases. بيقول لك السايكلين dependent kinesis لو cdks. دوت السايكلين بيقول لك سايكلين cdk complex and active kinase inter cell into s stage. بيقول لك ديت حاجة بتتكون. بيقول لك ديت الحاجة اللي بتكون ديت بتبقى اسمها sdk. sdk اللي هي السايكلين dependent kinesis و ديت اللي هي بتتحكم فيه دورة الخارية. بيقول لك الجي زيرو بقى هيعرف لك الجير زيرو. الجي زيرو ده بتبقى وزالك. يعني هو يعني الراجل مش عارف عامل ايه اكتر من كده. لانها مهمة جدا. الجي زيرو ديت مهمة جدا. ماشي من هنا جدا من هنا للسنة الجاية. ماشي. اه نحط تحتها مليون خط. مليون خط تحت الجي زيرو دي. اه سيرست الجي زيرو او السيرست. ما بيقول لك ما تسألتش شاف نظرية تتسائل فشافة وي فهي ايه? تزاكرها احسن. يعني حاجة تبقى درجة مضمونة ايه. انا في عرض درجة. اه السيرست هابنت وين سيلز دونت ايبل تو بروديوس بروبر سايكلينز لسي دي ك كومبلكس. بيقول لك السينسز اللي هو التور الثاني عندنا اللي هو الاس ستيج. وده تاكرونج بتوين جي وان فيز اند جي تو فيز. وبقولنا ان هو بيحصل فيه دابليكيشن او في زي جينوم اللي هو دي ايه. نفس ملنا على الرسمة بالزبط. نجد نشوف ال او جي تو استيج. ده بيحصل فيها السينسز او ار اني ا عند بروتينز. ذات اسسينشيال فور سيل ديفيجن. والسينسز اوف تبيولين فور السيمبلي انتو مايكروتيبيوز فور ميتوز. الانرجي فور ميتوزز is stored. شوفوا تلوقتي مرحلة المفيس. ايه هي مرحلة المفيس. دي اه سب ديفيجن. رزلت انتو two دوتر سيل ايتش هاف. اه ستة اربيا كرموسوم. عندك الميوزز اللي اجير من السيل ديفيجن. رزلت ان فور دوتر سيل ايتش هاف تلاتة اشريين كرموسوم. ديت بلي قول لك العملية ديت بيوضح لك فيها ايه? القسم الميتوزي بيدي لك خليتين كل واحدة عليهم ستة وربين كومصور. قسم الميوزي. انا قلت الميوزي ولا لا? انا قولها تاني علشان مش فكرة انا قلت ايه? الميتوزي بيدي اتنين خلايا كل واحدة فيها ستة وربين. الميوزي بيدي اربع خلايا كل واحدة فيها تلاتة واشري. عشان يا ما يكونش بقول حاجة غلط. ماشي? نجري نمسك الميتوزي. بتاعته. اه. نفس التعريف هو بيقول لك انها بتبقى عملة بتحصل في السيتو بلازم. ليه في النيوكليس. او بتحصل في السيتو بلازم او النيوكليس. للخلية بتدقى اسم مصن بالزبط. مكونة خليتين دوترسل. خليتين اه ابنيتين يعني. اه اولا بيحصل كاريو كينيزيز وده للنيوكليار ماتيريال. بعد كده السيتو كينيزي دوت بيحصل للسيتو بلازم. ايبا اول حاجة بتحصل الكاريو كينيزيز النيوكليار. انقسام النيوكليار. ماشي? تاني حاجة السيتو كينيزيز بيحصل انقسام للسيتو بلازم. عندك خمس مراحل. برو فيس. برو ميتافيس. ميتافيس. انا فيس. وتيلوفيس. اه عندك الميوزي. انا نمسك بقى الميتوزي قصدي. الميتوزي البروفيس اول حاجة فيه. هنمسكهم كلهم واحدة واحدة. اه بيقول لك كورماتين كورماتين بيتلف او بيتلعبك في شكل كورماتين بيقول لك اتنين من السستر كورماتين بيتحدو مع بعض في الصورة بيقول لك البرائكداون. اف نيوكليار انفلوب انت نيوكلاي. اه سنتريول. اه سنتريول بيقول لك سنتريول بهاجر لكل قطب من الافطال الخلية. نجد تشوف دلوقتي اللي انقسام الميتوزي في المرحلة التانية اللي هي البروميتافيس. بيقول لك ميوكليار انفلوب ديستر بير كورماتين بيقول لك ميوكليار انفلوب ديستريبيوتيد. والميتوتكز بندل اتتشد دو آآ كايينيتو كور. ايه هو هيعرف لك الكايينيتو كور? دوت لارش الكترون دينز بروتين كمبيكسز لوكيتد اد سنترومي. ده تعريف الكايينيتو كور اللي نعمل عليه خلطة. نجد نشوف عندنا ايه تالت مرحلة اللي هي الميتافيس كورمات اه اصحر الحاجة الميتافيس. او 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 ميتوتكز بندل. نجد نشوف ده بعد كده ما دي الرسم بتاعتها هي خط استواء الخليج. ده خط استواء الخليج. نجد نشوف عندنا بعد كده الانافيس. بندل فيبر بل سستر كورماتيد. بيقول لك بتشد بكل سستر كورماتيد. بيتشد بكل واحد في جاعة معك سالة التانية علشان ينفصله. الانافيس هنسمه بتور الانفصل. عندك الميتوز اللي هو بيحصل فيه اخر حاجة. بيقول لك الكورموسومات بتتاعت في كل خط. بيقول لك كورماتيد كدس. او ال نيوكليرzess الانفلوب ببيرات أتح بول. نيو نيوكليلوب ببيرات أتح نيوكلي invisible. نجد نمسك السيتوكينزيس. ايهو السيتوكينزيس. The rest of the cells divide into two new cells. the cleavage for continuously they appear deeper as the until only the mid-body. والاشتراكشن of the contractile ring. اللي هو الاكتن اند. ده تعريف برضو تاني. ايه هو تعريف ال contractile ring. ده اكتن ومايوزين متصلين بالميوزين بالميوزين. ده تفولد باي. اه ديبال انارزيشن. كون لك خليتين. طبعا الميوزي برضو ايه بتقسم لمرحلتين. مايوزي واحد ومايوزي اثنين. بس مفوش not preceded by s face. مفوش census face او s face. نجي نمسك المقارنة بين الميتوزي والمايوزي. بقول لك الميتوزي في السوماتيكسل الميوزي في الجير مسيل. ده ات بكل خالية بتاعتها على ستة عربين ده ات كل خالية بتاعتها على تاتة عشرين. ايه بقول لك ديبال ايه. بيبقى هنا 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 ما بيحصل مش بيحصل عبر وراسي هنا بيحصل عبر وراسي. انا بيدي خليتين هنا بيدي اربعة. دي رسومات. للعملية بتاعت الانقسام الميوزي. الانقسام الميوزي كامل في رسومات. انتم اشوفها بقى من الداتا. ديت اهي عملية الانقسام الميوزي وتكملتها في الميتوزي برضو دي كلها صور. ديت طبعا مش علينا طبعا الحتة دي محدش يتعب نفسه ويذاكرها. الا لو لو عايز تذاكر فيها يعني لو عايز لو مهتم يعني روح اذاكر دول. اعلم لك على ايوم بالخط الجزئية اللي انت هتذاكرها ملاكش دعوة بالعمود ده بالزبط. يعني مش ليه دعوة بيه. بقى تذكر الجدول اللي من اول هي هتي كده بالزبط. اللي انا علمته. نجي نشوف اه برضو ديت نفس الحكاية. الماول هنا. قدش لي دعوة بي الجزئية اللي هي العمود الاخير دوت. دوت كده. قدش لي دعوة بيه. ماشي. بس كده هسيدي. انها يا رب بس اكون فدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.